وجه رئيس البرلمان العربية الدكتور مشعل السلمي رسائل مكتوبة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ورؤساء البرلمانات الإقليمية استنادا إلى القرار الذي اتخذه البرلمان العربي بالموافقة بالإجماع بشأن تجنيد ميليشيا الحوث الانقلابية المدعومة من إيران للأطفال في اليمن أكد رئيس البرلمان أن قرار البرلمان العربي صدر بالإجماع وتضمن رفض وإدانة تجنيد ميليشيا الحوثي الانقلابية للأطفال في اليمن والزج بهم في ساحات القتال واتخاذهم دروعا بشرية في انتهاك واضح للأعراف والقانون والاتفاقات الدولية التي تحمي حقوق الأطفال داعيا الأمم المتحدة لاتخاذ تدابير عاجلة وحازبة ضد قيام ميليشيا الحوثي الانقلابية بالتجنيد القسري بالقوة الجبرية للأطفال في اليمن مطالبا بحالة جرائم ميليشيا الحوثي بشأن التجنيد الإجباري للأطفال في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية وملاحقة مرتكبيها داعيا المجتمع الدولي لإدانة واستنكار ما تقوم به ميليشيا الحوثي من أعمال إجرامية ضد الإنسانية بحق الأطفال اليمنين